حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال حدثنا منصور والأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن أبي الصنابل قال ولدت سبيعة بعد وفت زوجها بثلاث وعشرين أو خمس وعشرين ليلة فتشوفت فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر فقالا إن تفعل فقد مضى أجلها حسنا حسين بن محمد حدثنا شيبان عن منصور حاء وعفان قال حدثنا شعبة حدثنا منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل بن بعكاك قال وضعت سبيعة بنت الحريث بعد وفت زوجها بثلاث وعشرين أو خمس وعشرين ليلة فلما تعلت تشوفت للنكاحي فأنكر ذلك عليه وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقالا إن تفعل فقد حل أجلها قال عفان فقد خل أجلها